هيا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. حالتك حاليا يا برج الجدي عاملت ازاي? الشمس. يعني ما شاء الله في نجاح. حسب نجاحك. كويسة. في امان. في يعني جواك دفع كده. جواك دفع. طقة حلوة جدا. انت حالتك الحمد لله كويسة جدا. حالتك انت. شكل الشهر عامل ازاي? الشهر شكل فيه خير. اما ان انت هيبقى عندك عطاء كتير. هتدي كتير شهر ده. حد هيديه لك كتير. بس فيه حالة عطاء. مكافآت. آآ فلوس جاية من ناس كبيرة. آآ ورس. فيه شكل الشهر فيه خير كتير. انا صور حاجة فيه. فين صوت? لا الصوت ايه? الصوت كويسة جماعة. الصوت مش واضح. ليه يا جماعة? ليه يا جماعة ده المايك والدنيا مفروض كويسة جدا. اللي عنده مشكلة في الصوت بيز يخرج ويدخل تاني. فشكل الشهر فيه عطاء كتير. فيه او ممكن يكون اخده ورد. لايف بيقطع اخرجه ويدخلو تانيه يا جماعة. هدفك ايه الشهر ده يا جدي? انت عايز زي ما تقول كل حاجة. السحر ده مع كل حاجة. معاه زي ما قولنا العصر. ومعاه الكوباية. ومعاه الكوين. ومعاه السيف. الساحر كمان. معاه اربع. الاربع عناصر. الارض. ومية. والهوى. والنار. الاربع. عايز كل حاجة. انت الشهر ده عايز يبقى عندك فرص كتير. وانت تعرف تستغل الفرص دي بكل الادوات اللي معاك دي. انت شكلك داخل على طموح جامد. فيه عندك طموح. بس ايه اللي بيوقفك? ايه عقباتك? عقباتك? دميرك? اه الى عادة والتقاليد? فيه وازع ديني او وازع دمير هو اللي موقفك? اه يمكن اه حاسس بحاجة من اللي انت يعني مقبل انت بتعملها او الفرص اللي بتجي لك شاكك? هل هي ممكن تزعل ربنا في حاجة? او او ممكن المجتمع بتاعك ما يتقبلهاش? الموقف. الحتة دي وازع ديني او وازع دمير. فاهمين قصدي ايه? دي العقبة اللي حتكون قدامك. ايه اللي هتحققه الشهر ده. اول حاجة انت الامل عندك ذكرت الامل. النجم الامل. يعني احنا عندنا اسمه سحر بس بمعنى السحر اللي احنا بقلوحش بس هو اسمه ماجيك. السحر بالمعنى الحلو. اه انت هتحقق حاجة فيها سحر اللي هو من حلوتها ومن كتر بارقها. بريق بريق وامل شديد جدا جدا جدا. ده في حد ذاته يعني انجاز. ده الانجاز اللي انت هتعمله. انت هترسل لنفسك امل وطموح مش قادر اقولك عمل ازاي. داخل مرحلة فيها سلام داخلي. وتقطق فيها هدوء وسكيمة. وعقلك متزن. يعني المزاج الحمد لله ماشي كويس. وده بتأكد ده. الروحك فيها عطاء. عايز تدي. عايز تدي عندك تطق تعطاء. يعني ما شاء الله حاجة حلوة جدا. خليك بالروح الحلوة دي يا جدي. روحك حلوة جدا الشهر ده. حاجة يعني فيها سلام وحاجة جميلة جدا. اه ايه اللي انت محتاج تتفادى. what to overcome. القلق والخوف والاضطراب. ممكن يكون عندك شوية قلق وخوف بما ان انت عمال عندك حماس وبشكلك داخل على حاجات كتير كده. فعندك خوف والاضطرابات. حاول تعدل حتة دي. اضطرابات ومخاوف. انا مش شايفة لها داعي. انا شايفة ان السكة حلوة قوي. السكة مفتوحة. والامل اللي عندك ده. انت بتشكل الحاجة بايدك. انت الساحر. انت اللي بتملك الحاجات دلوقتي. هو اللي هيحدد انت هتعمل ايه ومش هتعمل ايه. انت الوازع ديني عندك شغال. يعني ما بمشواخد اجازة. ما تقلقش من حاجة خوفك ده ملهوش اي داعي ووظفه بطريقة بطريقة صح. ايه اللي محتاج تحتضنوا الشهر ده? العيلة. ايه الناس اللي انت محتاج تكون جنبهم جدا ويبقوا جنبك. هما انت اللي محتاجهم اكتر. عيلتك. يعني. عمدها مشاكل وزعلان مع عيلتها. اللي زعلان مع مامته واللي زعلان مع بابا. يروح يصلحوا. والعيلة هي دي اكتر حاجة انت محتاجها ده عشان الصورة تكمل الحالة العطاء والوازع الديني والامل الروحاني الجميل ده حيتوج بالعيلة ان العيلة تكون مترابطة ومتصلحين وحاجة يعني صورة جميلة جدا للعيلة هتلاقي فين الدعم انت هتعرف يعني ايه اللي هيديلك البوش كل ما تلاقي نفسك عامل كده دعبان دعبان اللي هو يا كده شقيان ده الدعم بتاعك اول ما يجيلك الاحساس ده اعرف انت ماشي صح انت بتتعب جامد انت كده شغال صح هنا هتلاقي الدعم مش وانت مقانتخ ومرايح لأ وانت شغال عندك حاجات فرص كتير يا جدي استغل لها صح ايه النصيحة نصيحة تلترو ليك الخمس سيوف ايه الخمس سيوف دول ده واحد يعني حتى لو الدنيا بغيزة معاك او ما وصلتش لنتيجة لانت كنت متوقعها وده وارد بيدي ان هو يحصل اوعد بين اقف كده وبتضحك وبتسمع لوشك كأنك كسبان ممكن يكون ده حاجه تاني غير موضوع الامل وش في الشغل والحاجات دي لا ممكن يكون حاجه برا مثلا كان فيه او مشكلة داخلها مع حد حتى لو خارج انت خسران او حس ان انت الجيم انت مكسبتوش يعني مش عايزك تبين ده خالص عايزك تبين الجوكر فيس تتحك ولا فارق معاك دي نصيحة الكارت ده اوعى تبين ان انت تهزمت الجدي عصبي فعلا يا سلمة دي حقيقة طيب حلخص القرية القرية حلوة جدا دي حالة الجدي دلوقتي في نجاح يا جدي حاسس بالنجاح حاسس بدفع حاسس بسعادة دخليه مش مبررة كده انت مش فاهم يا جاية منين حاجة مش مبررة بس حاسس بسعادة وحاسس بامل شكل الشهر ده في ايه فيه عطاء رايح جاي انت بتدي والناس بتديلك هدفك فرص عايز فرص وانت مستعد انك انت المراضي حتستغل الفرص دي صح عندك الادوات اللي تخليك تستعمل الادوات دي صح وتوظفها لصالحك مية في المية الساحر مفيش حاجة ما عرفش يعملها زي ما قولنا نبص دايما للحالة للغة الجسد ايد في الارض و ايد في السماء اللي هو هعمل اي حاجة انا هعمل اي حاجة انا واحد عايز فرصة وكنت مستنيها وجاتلي وهارف ازاي استغلها ايه العوائق؟ العوائق دينية او وازع ديني او الدمير بمعنى يمكن فرص تجيلك تحس ان هي مش ماشية مع مبادئك لا انا معرفش يعمل ده انا مش موافق على ده ده اللي ممكن يعرقالك شوية بس لو انت شايف ان ده الصح امشي مع الصح ايه الانجاز اللي هيحصل عندك انت عندك الانجاز الشهر ده؟ امل عندك امل ومنور نجم نجم امل روحانية السحر في الهواء اللي هو حاسس ان مفيش حاجة مستحيلة انا ممكن اعمل اي حاجة حالة من العطاء عندك حالة عطاء من جواك اه اه و زي ما قولنا حالة سلام داخل وتوازن عقلي عقلك عقلك متوازن يعني الساعات كده يا جماعة بيجي لنا وقت الشهر تحس ان ان دماغنا شطحة كده بهو كل حاجة عندنا اوفر اه انفعالات على الحاجة اوفر مزودين في كل حاجة او تلاقيها مثلا ده حتى قوي ما تلقينا ما بنيديش رد فعل الحاجة لازم ترد عليها فدي عالي حالة عدم توازن الشهر ده انت في حالة توازن عقلي وانفعالي الحمد لله الدنيا حلال محتاج تتفادى ايه؟ الخوف والقلق والترباط النوم والتفكير الزايد تفكير كتير في التفكير لأ أنا عايزاك بدل التفكير والقلق ده تحولوا لحاجة تانية which is already انت حاسس بيه يعني وظفوا في حتة تانية وظفوا في الأمل في الطاقة في البوش ادي بنفسك بوش انك انت عايز تعمل حاجة هتقل انت محتاج تلتصق بيه الشهر ده ويبقى زي ضلك كده عيلتك عيلتك هم دول اهم حاجة باباك مامتك اخواتك باباك مامتك اختك دول اللي انت محتاج منهم الدعم زي ما قلنا اللي زعلاني من بعض يروحوا دلوقتي يصلحوا بعض دلوقتي هتلاقي فين البوش بتقعب كل ما تلاقي نفسك تعبان تبأكد ان انت ماشي صح كده انت ماشي صح النصيحة متبينش انهزامك حتى لو انهزمت باشكرك يا سينو سينيو سينيوريتا اسماعهم كده بفكر دي كلمة ودي كلمة انا شايفة امال كتير يا زهرة باذن الله في فرص كتيرة بس عايزاكوا تحسنوا استغلالها وماله يا سهام ده ممكن يكون شكل من اشكال التوازن على فكرة انك مكبرة جماغك ده حاجة حلوة جدا بقى مش روحش خالص يعني انا جدي بس عبصبية جدا بس يا جماعة موضوع عصبية ده في الجدي معروف انتوا عصبيين انتوا الحمل عصبين جدا موضوع العصبية ده وانا كنت بعاني منه كتير واحنا بنقول برج ايه حول الرباء الجدي زي ما قلتلك يا جماعة تمرين النفس ده مهم جدا جدا بيساعد جدا اول لما تلاقي مشكلة جاي عليكو خدوا نفس عميق غيروا المكان وروحوا قوضة تانية يعني انت بفهم انت كمين مع جوزك وحسن الشرارة بتطلع والسلك بيلمس بقى دي سانية واحدة سانية واحدة خشي قوضة تانية اشربي مياه مياه بتهدي جدا على فكرة بتهدي بتطفي النار اللي جوا دي اه وخدي نفس بعد كده اتكلموا يعني لان العصبية دي هي مشكلة انت اكتر رحت بتتأذي لان انا عصبية برضو جدا والمضادة ازاني جامل جدا 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 بتأذي صاحبها وبزعر الناس منه لانه بيقول كلام هو مش عايز يقوله ويندم عليه بعدين اه يعني عشان تتفادي الموضوع ده جربي والله يصدقيني الموضوع ده انا باخب بعدي وبمشي روح قوضة تانية وبعدين رجعتيني بعدين في خمس دقائية بالزبط مش هيحصل اي حاجة في الخمس دا دي يعني حقك مش هيروح هتقولي اللي انت عايزيه بس هتقوليه بصورة احسن وفيها عقل اكتر وهتاخدي حقك مش هتخسري بالعكس يعني هتكسبي اكتر لانه وانت بتعصبها لو رديتي هتغلطي فهتخسري حقك فهمتي الفكرة معدينيش في موضوع العصبية ده انا عارف ان هو صعب وانا مش انا اخر واحدة اتصحكوا في موضوع العصبية ده دي القراءة العامة خلونا دلوقتي نشوف الحالة العطفية لبرج الجادي نتطمن على اخواتنا وصحابنا برج الجادي